لكن لازم نرحب بنادة طبعاً وأساز قطعاً مينة هيبتدي الحكاية؟ تسيب نادة تكتبه علي؟ كمّل وراه عادي هو عادي يعني إحنا بعد شهرين جواز وكده كنت بفترة الامتحانات بتاعت ربعة جمعة أول ترمي وكده كنت أخدت فترة الامتحانات دي تعبانة جداً شوية تكسير شوية كنتوا يعني مجوزين بكسة حب ولا كنتوا بكسة؟ لأ صلونات صلونات بطريقة غريبة شوية جاودنا في ستة شهور بالضبط يعني كان الموضوع طيب عدينا الشهرين بالضبط وخلصنا إحنا فرحنا واعدنا بس استنى بس استنى عشان ما اتكروتناش بس ما اتكروتك خالص انت كنت متكلم عليها يعني في الأول وانت عايز تجاوز من البيت ده ولا جات الأعدة للصالون دي جات إزاي؟ أنا أحب أعرف البدايات قوي البدايات هو الفكرة كلها إن كان جماعة عندهم عيلة معروفة فحضر الشهر للعيلة دي إن في حد كويس فيها وكده فكان آه فانا أكلمت والدها وتواصلت معاه حتى من غير والله ما شوفها يعني كان المكالمة الأولانية دي أصلاً كان يعني هنا علاقة زواج سالونات ما كانش في قصة حب خالص عشان يصبروا وبقى على التلاقي أنا أصلاً كنت وقتاة في قترة امتحانات بردو ما فيش خالص الموضوع جي أصلاً في أسبوع أو عشرة أيام طيب وانت لما شفتيه في السالون وافئتي عليه على طول؟ مايا ما شافتنيش في السالون الأول أنا بصراحة ما قلتش موافقة أنا لقيتهم بجأة بيقروا الفتحة بيخطبوني بيجوزوني أنا كنت مبسوطة يعني ما دخلتيش بقى بسنين في الشربات وبتاعوا الحاجات دي؟ لا هو جيت دخل البيت جي عندنا البيت ثلاث مرات في ثلاث مرات أنا طلعت وقعدت معي بكده بس أنا كنت اللي هو أنا خلص موافقة يا جماعة مش محتاجين رأييي فرح استلتفتي وحسنتي مرحة نفسية أيو بالظبط هو كان أول ثلاث شهور بالظبط جينا بعدها حاجة أقلنا في خلال ثلاث شهور لو جاهز هنتجوز حال 19-11-2021 كنا متجوزين حكولنا بقى الابتناجي إمتى أو إزاي والأعراض وكذا هو جايلي بعد تجوز على طول بشهرين كنت في فترة امتحانات أخدت تعب اللي هو صدع جامد زغلالة في العين وكوهي مع بعض أثناء العلاق بس أنت حسيتي بعد ما عملت على طول أشعة الرنين رحت للدكتور ودينا مركز جلطات المخ وكده نعمل هناك بازل كنت تشتكي من زغلالة في العين وإيه كمان؟ مش كانت زغلالة هي حاجة زي فلاشات كده مش شايفة يعني إيدي عيني كأنها بتغمض وتعمل كده مش شايفة حاجة فروحت على طول لدكتور المخ قال لي لازم على طول بازل لإني كنت في المرحلة الرابعة كان بقى في رعشة في سنيني في شفايفي في وشي كنتش عارف إيه اللي بيحصل لي فلما رحنا للمركز بتاعي الجلطات وعملت هناك البازل طبعاً ما كنتش فاهمة يعني إيه بازل يعني الليتون بيعملوا البازل منظري وكده كان راجع صعب طبعاً وبدأ بقى الموضوع يزيد معي تعب جداً يعني فهو بقى وتشخصتي إيه ساكا؟ عندي رشح على اللي هو العصب البصري ارتشاح على العصب البصري او ارتشاح على العصب البصري طيب وهو كان عامل معك ايه؟ وقف جنبك ازاي؟ لا هو بصراحة فاكره له ايه المواقف؟ ايه اكتر حاجة فاكرها اللي هي ليلة البازل البازل دي احنا رواحنا البيت ما قعدناش طبعاً هناك في المركز وكده وانا طبعاً البازل كان مسبب لي حالة ان انا مش قادرة حتى ان انا احرك صابعي كنت بعيد بس من الوجع فما كنتش عارفة نام كنتش عارفة اعود كنتش عارفة ايك مكنش عارفة من اي حاجة هو بقى فضل طول الوقت قاعد نام على رجلي كده اعملك ايه؟ انت عايزة مني اعملي كان بيأكلك كان بيشرب كان بيعملي كل حاجة يعني درجة ان انا من السرير بيت ما بيتشي قادر اعود على السرير حتى راح شلي كرسي الانتري دخلوا قبتي النوم وشلني واقعدني عليه ونام على رجلي قال انا مش هنام انا هفضل على جنبي كده زادت غلوته عندك قد ايه في اللحظات دي؟ بصراحة انا حسيت اللي هو ده يعني هو سنة دلوقتي هو دلوقتي موجود جنبي شلني في وقت تعب زي ده فانا بساعتها قلت خلاص اي حاجة بقى تحصل مش مشكلة انا هفضل دايما مفكري له الحال عمل رصيب خالوعد اوه بعتكري له دايما انت جي بعد كده خبر الحاملة ازاي بقى يعني وانت وازاي بتاخد ادوية وهي حامل هي الفكرة كلها احنا مكناش عاملين حساب الحاملة اصلا اوه والدكتور قالك بلاش حامل اوه وبالذات الفترة دي مش هينفع يبقى فيها حامل لان مع الادوية اللي هي بتاخدها فكان هيبقى موضوع صعب جدا طب اتفاجأت كان يوم عشر رمضان قبل صلاة الفجر بمس ساعة كده لقيتها مطلعي للتاستة الحامل وبتفاجأني انا على قد ما انا كنت فرحان على قد ما انا كنت خايف لان احنا مكناش خدنا الاوكي خالص ان تعبها خلاص علاجه تكامل او كده لأ كان لست باردو في مراهة تاني يوم على طول كنا واخدنا نفسنا وراحيل له الدكتور في المنصورة اللي احنا متابعين معاه الحمد لله انا مش عايف ده حصل ازاي بس الحمد لله فضل ربنا الدكتور قال لي يوقف اللي علاج كله اي علاج كنت تجايب وخلاص قال الدنيا تمام او قال خلاص ازاي انا معرفش قال الدنيا تمام مكمل حملك عادي الحملة بقاله شهر كان بقاله شهر بالضبط بس نعمل بقى كل فترة كده شوية تحليل وقشان او قال العلاج اللي انت اخدته مفيش اي تأثير منه الحمد لله وحملك هيكمل عادي طبعا بحكم البذل اثر على دهرها طبعا كل ما تتقدم شوية في الشهور كان بيبقى برضو الموضوع صعب جدا على دهرها فاخدت فترة التعب جامدة تاني بس الحمد لله عدناها وبقى معنا ابننا تميم دلوقتي 8 شهور ماشا الله ماشا الله ماشا الله هنرجعلكم تاني ونعرف دورك كان في البيت عظيم يعني طبعا